71 عاماً مرت على نكبة الفلسطينيين بتهجيرهم من أراضيهم عام 1948 على يد العصابات الصهيونية المسلحة التي ارتكبت أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أنذاك ودمرت أكثر من 530 مدينة وقرية وسيطرت على نحو 770 أخرى وشردت نحو 800 ألف فلسطيني من أراضيهم وديارهم وتأتي ذكرى النكبة اليوم في ظل تحدي كيان الاحتلال الصارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وأسراره على انتهاك حقوق الفلسطينيين إلى جانب التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتستمر نكبة فلسطين بكونها فعلاً متواصلاً لم يتوقف منذ وقعت أحداثه العسكرية في شهر أيار عام 1948 بدون أن تلوح في الأفق بارقة ترجع الأمل للفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم فمنذ ذلك التاريخ يواصل الكيان الصهيوني انتهاكاته على الأراضي الفلسطينية المحتلة فإلى جانب قتل المئات بل الألاف من الفلسطينيين بدم بارد اعتقلت قوات الاحتلال الألاف من الفلسطينيين ودمرت وجرفت الأراضي الزراعية والأجار ومارست ضد الفلسطينيين أبشع أشكال العنصرية والتمييز موازاتاً مع ذلك يواصل الفلسطينيون منذ عام 1948 1948 تأكيدهم في مسيراتهم وتظاهراتهم وبالذات في مثل هذا اليوم من كل عام على حقهم في العودة لأراضيهم وارتباطهم بها وما من سيرات العودة الكبرى التي تنطلق في غزة في كل جمعة إلا دليل على إرادة العودة للأرض واسترجاع الحقوق المسلوبة التي يحملها الفلسطينيون في قلوبهم وتمر ذكرى النكبة اليوم وقد اشتدت هجمة الاحتلال وأمريكا التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عقب إعلان الرئيس الأمريكي نولالد ترامب القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارته إليها ضمن خطة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما باتت تسمى صفقة القرن كما تترافق مع تسريبات لخطة ومقترحات الصفقة التي تتجاوز كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبشكل خاص إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا للقرار 194 وإلغاء وكالة الأنروا الشهدة على مأساة اللاجئين الفلسطينيين اشتركوا في القناة